الممارسات الصارخة عاجزة عن تنفيذ قراراتها يتمادى الاحتلال في مواصلة سياساته الاستطانية والعمل الممنهج لفرض الامر الواقع وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمجلس الاقصى مع السعي لتهويد المقدسات الاسلامية في القدس الشريف بشكل يتنافى تماما مع احكام القانون الدولي السيدة الرئيسة على اثر الاعتداءات الوحشية التي تعرض اليها الاشقاء الفلسطينيين في القدس والمجلس الاقصى لقد بادر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باجراء الاتصالات مع الاطراف الدولية لوقف هذه الاعتداءات مشددا في خطابه الموجه الى السيد الامين العام للامم المتحدة قبل ايام قليلة على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي وبالاخص مجلس الامن مسؤولياته المنوطة به والتحرك عاجلا والفعال على جميع المستويات لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال على مدى خمسة وخمسون عاما مع دعوته السامية الى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته وانهاء معاناته والظلم المتواصل الذي حرم اجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الاساسية وعلى رأسهم حقهم في تقرير مصيرهم وذلك من خلال انهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ان الجزائر تجدد ادانتها لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة والممنهجة على ابناء الشعب الفلسطيني وبالتحديد في متن القدس وتدعو المجتمع الدولي لوقف هذه المورسات التي ان استمرت في ذل انصداد كل افق لتسوية سياسية بسبب التعنت الشديد لسلطات الاحتلال سوف تقود المنطقة لا سمح الله نحو الانفجار وتفضي قدرا متزايدا من حالة اليأس التي يعيشها الفلسطينيون لا سيمافئة الشباب وبالنتيجة سوف تقضي على ما تبقى من الامال العالقة لإحياء مصار السلام في الشرق الاوسط كما نؤكد مجددا تضامن الجزائر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها المستمر لقضيته العادلة لاسترجاع حقوقه للمشروعة غير قابل للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير دولته المستقلة وإقامتها وعاصمتها القدس الشريف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة